تعالوا بس نشوف وانا بقول العالم في حرب والعالم بيتغير ولن يكون هناك بعد أزمة كورونا الصياغات اللي كانت موجودة قبل أزمة كورونا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والتحادل الأوروبي ومنظمة حق الإنسان كله انسى كله في سلة كورونا وبكرة أقول لكم هذا الكلام بس علينا أن احنا نستعد نعم لنا دور لنا دور هعز أفكركم بس عشان ما ننسوش الأمم المتحدة أين الأمم المتحدة فيما يجري هل نجحت الأمم المتحدة بكل مؤسستها في إنقاذ البشرية من حرب فيروسية بالفعل لم تنجح قطعا لم تنجح هذه اللجوهات اللي احنا عشنا عليها قدامنا شايفين هذه الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن والأمم المتحدة والعفو الدولية ومفاهيم حقوق الإنسان والديمقراطية كل ده فين ده التعبير اللي قدامكم على الشاشة هذا التعبير ما يدور في ذهني الآن ما يدور في عقلي الآن في صورة بس بتوضح للناس خلاص وده عن اتحاد أوروبي وده عن مجلس الأمن وده عن أمم المتحدة وده عن حقوق الإنسان وده عن الديمقراطية الغربية نحن في إطار وقت زمني بنؤسس للنظام عالمي جديد دول خلاص ودعم في تقديري الشخصي انه احنا علينا ان نترك أبواب المستقبل بمفاهيم ومنظمات وقطر جديدة لحكم العالم بيستحضرني شكرا زميلي محمد محمود اللي دردشت معاه قلت له في ذهني عمل هذا الإطار المبدع محمد محمود زميلي كنت بدردش معاه بقول له أنا حاس الأمم المتحدة ومجلس الأمن كله دول دول خلاص عمل هذه الفكرة اللي بتدور في رأسي الآن شكرا من قلبي سروة منصور قال لي كلامك صحيح ازاي سروة قال لي ده في إيطاليا حرقوا عالم الاتحاد الأوروبي بقول له زي قال لي كلامك مزبوط وداعا والدليل ان المواطنين في الاتحاد الأوروبي إيطاليان قاموا بحر عالم الاتحاد الأوروبي لهذه الدرجة نعم لهذه الدرجة اهو اهو ده مواطن إيطالي إيطالياني خلاص كفر بعالم الاتحاد الأوروبي كما نرى جميعا انه ده في ايطاليا